مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم فيديو بس مش فيديو وصفة فيديو مشتريات واشياء سألتوني عليهم من فين قبته اني في الرياض رحت اليوم السبالة شارع اسمه السبالة كله ادوات مطبخ تمام وانتم دايما تسألوني على الطاوات طبعا هناك انواع واشكال من الطاوات انتم شايفين هادي الطاوة بغطاء في مني قرانيت وفي زيت تيفال وهادي كمان نفس الطاوة بس ما فيهاش حواف اللي نعمل فيها خبز الطاوة او نعمل فيها ممكن حتى اللحوح كيمنيين نحن يعني لطبخنا فشوفوا هادي احقام اكبر حقم اللي هي 45 سنتيمتر تمام وماشاء الله الميلي تبعه من الميلي تقريبا ثلاثة ونص او خمسة وهادي اللي عندي اللي اعمل فيها الخبز يسمونه مقرصة اماراتية اكبر حقم كمان 45 وهادي قرانيت يقولوني قرانيت هذا اللي هو ماستر كوك اسم الماركة لكن المعدن اللي عندي او الالمينيوم اللي عندي اللي هي اسمونه مقرصة اماراتية ثقيلة اني اليوم اخدت هذا النوع عشان فيه غطاء واني ما عنديش يعني مقلة فيها غطاء او صاق فيه غطاء فاني حبيت اني ااخده لللحوح لكن صدمتي اني لما قيت اطبخ اللحوح للاسف ما ضبطش فيه اللحوح مش عارفة هل لاني قديدة انتم اعطوني خبرتكم هل انه انتم معاكم زي كده استخدمتوه لللحوح وضبطت اللحوح ضبط معاكم او اني مش عارفة اقول مرة لاني كبيرة كتير فمش عارفة يعني لكن المقلات العادية اللي معايا اللي من زمان اعمل فيها اللحوح عادي يعني استوى فيها اللحوح لكن ما قيت احطه بهذه ما ضبطش طبعا هذي اكبر اللي يكون فيها غطاء اكبر سايز اللي هي 40 سنتيمتر واصغر سايز اللي هو 32 او 30 تقريبا تعتبر ثقيلة نوعا ما لكن الصراحة الغطاء اللي فيها يعني الزقاق اتقل من من الصاق نفسه عرفتوا اتقل من الطاوى الغطاء تبعي فهنا عرفت شارك كوبو وشوفوا بس كيف يعني يقول لكم انا حق بصل وثوم تركيب ما تركيب هذا مش يعني مش عارفة كيف حطت البلاستيك الاسود من قوة من الداخل وحطت عليه شوفوا بس كيف وهنا زوجي ما شاء الله ما قصرش بعدين رقع شرح لي يعني كيف اركبه وركبته يعني طبعا انا قربت للحوح وقالت لكم اني ما ضبطتش معايا للحوح مش عارفة لاني قديدة او لاني يعني قربت اللحوح مرتين فيها وما ضبطتش اللحوح معايا فاكتبولي هل فعين هل اواصل اني اعمل فيها اللحوح او خلاص اروح اجيب طاوى عادية يعني مقلاعة عادية وعشان خلاص اللي هي تيفال او فيه نوعين طاوى فيه نوع تاني كمان يعني انتم اكتبولي ايش افضل طاوى للحوح عرفتوا اللحوح اليافع اللي نعمله زيت سمسم وناكله على عسل او سمنة وعسل فاكتبولي او تقريبا اي نوع لحوح بس هي انو دايما طاوات اللحوح تستخدم فقط للحوح ما نستخدمش لشي تاني هي حلوة واكيد باستخدمها يعني اذا ما نفعتش تماما للحوح خلاص يأست اكيد باستخدمي الاشياء تانية وخلاص هنا قمت وعملت السلطة لانو نحنا اقينا وقت متأخر شوية فخلاص زوقي قال يلا اعمليلي السلطة هادي عقبته كتير مع انو شوفوا ما يحبش ما يحبش الاشياء اللي فيها سوسات وكده لكن هادي كتير عقبته ما نزلت لكمش الطريقة بالضبط لانو انو 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 لما عملت لكم وصفات سلطات ما حستش في تفاعل وحستو انو ما تحبوش السلطات مع انو جدا حلوة يعني نحنا في اليمن شوية خلونا احنا العواف زي ما نقول نخلف شوية عن العتار والبطاط لما احد يقى عندنا او قيران اخلفوا شوية غيروا اعملوا لهم سلطات يعني غيروا من نفس نفس الشي بطاط عتار صح حلو اكلنا حلو كده بس حلو الواحد كمان يقرب نكهات حلوة مثل السلطات اخصو انه كمان مفيدة وبس والله هادي كانت سلطة جدا لذيذة اذا عقبتكم اكتبوا لي في التعليقات بعمل لكم لكن اذا ما شفتش تفاعل على السلطة خلاص ما فيش داعي يتعدبوني تصوير ومنتق وبالاخير ما فيش تفاعل زي باقي بعض الفيديوهات بس بقد انا نزلت بوست وتكلمت معاكم ودردشنا وصراحة اسعدني كلامكم ودعمكم لي يعني يكفي يعني كلامكم الحلو خلاتوني كده شفتوا الزهرات دابلة ترقع كده فققت نشط زي كده الله يسعدكم يا رب والله لا يحرمني من يعني منكم ومن كلامكم هذا والله فأنتم داعمين فعلا ربنا يسعدكم طبعا صدمتي بعد السلطة انه اقل مندوب وانه طلب طلبية من امازون يعني كان وقته انه يجيب الطلبية في الليل كان استنى للصباح لما يروحوا الرجال الدوامات وكده الا لازم يجيبه في الليل يعني لازم نتهزأ كان لازم يعني فانصدمت انه قابل بوقت متأخر في الليل يعني انا طلب طلبية من امازون طلبت علاب بوهارات ممكن انا ما منصحكمش فيها لانه سعره غالي ومش لازم لكن اللي حب اشياء البيت وشوفوا فيه اني لا تقولوليش انه هدى انت تشتري اشياء زي كده ممكن اني مشرش ملابس شنط وقزم يعني ميولي مش لهذه الاشياء كتير في بعضهم خلاص ميولهم اكتر ياخدوا فلوسهم على الملابس وعلى العطور وعلى الميكب لكن اني على الطبخ اشياء المطبخ احب واشياء البيت بشكل عام فاني بكل صراحة سرور طلبت هذه البوهارات طبعا اقات صغيرة تعتبر صغيرة يعني لكن حلوة هدت مغناطس وانحط في التلاجة مش عارفة اني قبته كيف لكن احبيت وقلت بنفعني فهمتو وهنا شوفوا كيف التسق في التلاجة بس ممكن لو كان ثقيل عليه ممكن يسقط بس هو ماسك يعني اني قربت لكن ما يتعباش يعني لازم ما تملوش العلبة عشان ما تسقطش عليكم وهنا الكرتون الثاني والصدمة اللي يعني زوقي اشتي عرف اني ايش طلبت بهذا الكرتون الكبير فطلبت استاند حق بوهارات وبقولكم يا يعني التغليف اقالي مش حلو التغليف للأسف مش عارفة ليش كده قابولي التغليف يعني مفروض يكون على الاقل فيبو يعني ورقة فيبو نفس الصورة صح هو مكتوب واشوفوا اني شفت الكومنتات على الناس وكده هو مكتوب انهم يجيش معاه العلب هادي هدية بس معاه العلب البلاستيك ما تكونش علب زوقاجية بعدين انتم تقبولوا علب اده حابين شوفوا كيف يعني مش عارفة ارقعه وارقع معاه بيته بيته لي اخلي يعني زوقي يعني ارقعه اكتبولي وارقع معاه بيته لي ولا اخليه واسكت فاكتبولي ها ارقعه يعني ولا خلاص اخليه يعني هذا ممكن يتعلق بالقدار او استاند يعني يكون واقف كده والعلب شوفوا انا بفتحه الآن وشوفوا علب بلاستيكية بس دي بان انه البلاستيك حقي نظيف من النوع الحلو يعني مرة اقول تورط ومرة اقول وسعره الصراحة مش رخيص مرة اقول ارقعه بلاقي احسن منه او خلاص اخليه شوفوا العلب بلاستيك بس هو انه العلب هدية معاه هو عبارة يقع عن استاند استاند فقط استاند من خشب الخيزران والله اني اشتيلي للي خيزران اللي تلشط فيه بشكلي تصحيني فاكتبولي هالارقعه يعني اعمال استرقاع او اني اخلاص ااخده اكتبولي تمام بس تني تعليقاتكم انتم طلبتوا مني فيديو مشتريات انا حاولت اني انزلكم كده مشتريات بسيطة اذا عقبكم زي كده الفيديو كلموني اكتبولي في التعليقات واني اكون انزلكم مشترياتي دايما وبس والله لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك و كومنت حلو منكم